إن هذه المبادرات الشعبية برغم ما تنجزه من الأعمال من مدارس وطرقات ومشاريع مياه شرب لا تزال عاجزة عن تحقيق طموح المواطنين ومطالبهم كلها ولهذا فإن الدولة لا بد أن تقف إلى جانب كل هيئة ونحن حتى الآن برغم ما قد صرفناه من مبالغ لمختلف الهيئات دعما ودفعا لها لا نشعر بأننا قد قدرنا على مسابقة المواطنين في الأرياث في بذلهم وتضحياتهم لتطوير مناطقهم ولكن لأن التخلف مزمن والتطلعات والطموحات كلها للقضاء على هذا التخلف وانتقاما من الحرمان قد جاءت كلها دفعة واحدة فلا بد من أن نتحمل وننظيف دعم طموح وتطلع المواطنين في الريف بصفة خاصة ولقد كنا في الماضي نصرف المبالغ الباهظة لأشخاص باسم الأرياث فكانوا يبنون بها لأنفسهم العمارات والبيوت في العاصمة أو في المدن الرئيسية وينسلخون عن حياة إخوانهم في القراء كنا نصرف تلك المبالغ بدون ندم أو استكثار فهل يعقل اليوم أن تبخل الدولة على المواطنين ومصالحهم التي يبادرون إلى البدء فيها كلا إن تجربة التعاون الأهلي للتضوير في بلادنا تكاد تكون فريدة من نوعها ومن بعد دخول شعبنا ميدانها أصبحت يسمة الحضارية البارزة لليمن واليمنيين ولهذا يجب التفاعل معها باعتبارها أداة التغيير في حياة مجتمعنا وفي تقدم بلادنا لقد اكتشف شعبنا هذه التجربة وخابها وسيلة لتدوره والقضاء على تخلفه فعلينا أن نتعلم من شعبنا الحرص عليها واستثمارها للوصول إلى الحياة المتحضرة الرخية وعلينا أن نضعها في الترتيب لمكاسبنا بعد النظام الجمهوري إن هذه التجربة تدعونا قيادة ومثقفين وطنيين وعلماء مستنيرين إلى أن نكون في مستواها فنكرس من أجل مسايرتها جهودنا وطاقاتنا وننزل من صوامعنا لمعايشتها وإقنائها بالفكر يمنيا وإن قدرة المثقف الوطني بالذات تظهر من خلاله من خلال ما يقدمه لهذه التجربة من عطاء خال من الانتفاع والكسب ويتبناها في القرية والمدينة اليمنية بدون تفريق وعلى حد